بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة في الله هذا هو اللقاء التاسع والعشرون من سلسلة أفلا تذكرون بدأنا على مدى لقاءين سابقين بالحديث عن الجهاد الكبير ما هو الجهاد الكبير ومتى فرض الجهاد الكبير قلنا فرض في مكة قبل الجهاد بالقتال أو بالسيف وبينا أن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه يقول معنى قوله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا أي بالقرآن واليوم نحن الآن في عصر العلم فأفضل طريقة للجهاد الكبير بالقرآن هي من خلال علوم القرآن أو ما يمكن أن نسميه بإعجاز القرآن العلمي والرقمي والنفسي وغير ذلك من وجوه الإعجاز الجديدة التي نكتشفها يوما بعد يوم الجهاد الكبير أيها الأحبة أصعب بكثير من جهاد السيف طبعا نقصد الجهاد الكبير أي بالعلم دائما كلمة كبير أي بالعلم يتطلب طاقة عالية جدا لإقناع المشككين والملحدين وغير المسلمين يعني أنت في جهاد السيف لا تحتاج إلى عقل وإلى معلومات وإلى مراجع ومصادر وتكون قرأت الكثير من الكتب وحفظت الكثير من الآيات أنت لتناقش ملحد ينبغي أن يكون دماغك موسوعة علمية حتى تتمكن من الرد والأخذ وإقناعه بأن هذا الدين هو الحق بينما الجهاد القتال أو الجهاد العادي لا يتطلب هذه المواصفات لذلك الله سمى جهاد العلم سمه الجهاد الكبير وجاهدهم به جهادا كبيرا طبعا أيها الأحبة قلنا إن الجهاد الكبير يمكن أن تقوم به في أي وقت وفي أي زمن وفي أي عصر ويمكن أن تمارسه وأنت على فراش الموت تعلم الناس الخير انظروا أيها الأحبة جهاد العلم مفتوح لذلك هو كبير طبعا أيها الأحبة هناك فئة من الملحدين يدعون أن القرآن فيه أخطاء علمية كثيرة كيف نرد عليهم لا يمكن مواجهة النظريات الإلحادية والتشكيكية والتي كانت سببا في إلحاد الكثير من الشباب لا يمكن مواجهة هذا النوع إلا بالإعجاز العلمي ميزة الإعجاز العلمي أنه يمزج بين القرآن وبين حقائق العلم يعني أنت حتى تجاهد غير المسلمين بالإعجاز العلمي ينبغي أن يكون لديك معرفة بالقرآن الكريم ومعاني الآيات بالضبط وبين الحقائق العلمية والاكتشافات والاختراعات والنظريات العلمية يجب أن يكون لديك مزج وعلم في كلا هذين العلمين وهذا أمر صعب لذلك سماه القرآن الجهاد الكبير يعني أنت أن تقرأ نظرية في الفيزياء أمر بسيط أي إنسان يمكن أن يطلع على نظرية تتعلق بالثقوب السوداء مثلا ويقرأ ويحفظ ويزيد ثقافته لا مشكلة أما أن تربط هذا العلم أو هذه الحقيقة العلمية تربطها بالقرآن فالعملية هنا تتطلب طاقة أعلى وجهد أكبر بكثير لذلك سماه القرآن الجهاد الكبير جهاد الإعجاز العلمي أو جهاد العلم كبير لماذا؟ لأنه يتطلب طاقة أعلى لمواجهة الحجج الواهية التي يستخدم فيها الملحدين الملحدون يستخدمون لغة العلم يدعون أنهم علميون يسوقون حججهم الواهية بلغة الحقائق العلمية فيجب أن يكون الرد على هذه الحجج ومواجهتها بنفس أسلوبهم وهو لغة الحقائق العلمية إذن أيها الأحبة إذا امتزج العلم مع القرآن وصلنا إلى ما يسمى بالإعجاز العلمي للقرآن الشيء الثاني أيها الأحبة الجهاد الكبير أي الجهاد بالعلم دائما نريد أن نثبت أن قوله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا أي جاهدهم بعلوم القرآن ومنها الإعجاز العلمي في هذا العصر فعندما نقول الجهاد الكبير أي علوم القرآن إيصال هذه العلوم لغير المقتنعين بالقرآن هذا الجهاد العلمي هو أسلوب راقي جدا أيها الأحبة وآمن وغير مكلف ومستمر متواصل وآثاره مستمرة أيضا بينما الجهاد بمعنى القتال له تأثير محدد اليوم مثلا للأسف الحروب كلها مدمرة اليوم لا يوجد خاسر ورابح في الحروب الكل يخسر لماذا بعد اختراع هذه الأسلحة الفتاكة لم يعد بإمكانك أن تتحكم بهذا السلاح أين سيذهب وكم سيدمر لذلك الحروب اليوم غير فعالة هي فقط وسيلة للتدمير فإذا أردت أن تجاهد جهادا كبيرا يعني أنت بدأت بعملية البناء أنت تبني فأنت تبني الإنسان المسلم المزود بسلاح العلم تبني السمعة طيبة للإسلام والمسلمين يعني نحن عندما نقدم علوم القرآن نقدمها لغير المسلمين أليس هذا أسلوب حضاري راقي لتعريف غير المسلمين بعظمة هذا الدين أنت عندما تجاهد جهادا كبيرا بالعلم إنما تساهم في تصحيح نظرة غير المسلمين عن الإسلام في زمن محاربة هؤلاء للإسلام باسم الإرهاب لذلك أيها الأحبة المؤمن كيس فطن لا ينبغي أن ننجر وراء العاطفة وراء الدعوات المشبوهة هنا وهناك دائما إلجأ إلى لغة العلم تفوز أول كلمة نزلت من القرآن ما هي؟ اقرأ العلم أول يعني القرآن كتاب علم باختصار إذا أردنا أن نلخص القرآن بكلمة نقول هو كتاب علم وفيه علم الله سبحانه وتعالى والله يقول أنزله لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا فإذا استخدمنا اليوم أيها الأحبة مصطلحات الحرب فإن سلاح الإعجاز العلمي يصعب أو تصعب مواجهته لأن حقائق العلم ثابتة لا يستطيع أحد أن يمكرها لا يمكن دحضها وآيات القرآن ثابتة أيضا لا يستطيع أحد أن يقول هذه الآية ليست من القرآن اليوم أو هذه الآية مثار خلاف من فضل الله تعالى أن القرآن محل اتفاق حتى بين الملحدين والمشككين يعني لا أحد من هؤلاء الملاحدة يستطيع أن يقول أنتم لديكم آية مثلا ليست من القرآن هو يعترف هو طبعا يقول أن هذا القرآن من تأليف محمد بغض النظر عن ادعائه ولكن كل الناس متفقون على أن القرآن هو هذا الذي بين أيدينا 6236 آية لا أحد يدعي أن هذا ليس قرآن فهو محل اتفاق إذن هو حقيقة ثابتة والحقائق العلمية هي حقائق ثابتة فأنت تتعامل مع الثوابت فأنت في دعوتك إلى الله تكون مثل الجبال الجبال الرواسي هناك أيها الأحبة إثباتات من جامعة برمينجهام البريطانية وجامعة توبينجون الألمانية تؤكد وجود مخطوطات للقرآن تم تقدير زمن كتابتها بالكربون المشاع وتحديد عمرها بدقة مذهلة حيث تبين أنها تعود للفترة أو لفترة ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وتحديدا خلال فترة سيدنا عثمان رضي الله عنه هذه المخطوطات مطابقة بنسبة 100% للمصحف الذي نجده بين أيدينا اليوم ماذا يعني ذلك؟ هذا دليل إضافة ينبغي أن نوصل هذه المعلومة لغير المسلمين ليعرفوا أن هذا القرآن لم يخضع للتحريف هذا نوع من أنواع الجهاد الكبير أيها الأحبة الشيء الثاني أيها الأحبة اليوم لا ينفع إلا الجهاد الكبير لماذا؟ اليوم أكبر حرب على الإسلام يتعرض لها ما هي؟ هي حرب إعلامية فقط ليست حرب بالدبابات أو الطائرات حرب بالإعلام تجعل هؤلاء المسلمين يشكون في دينهم وتحولهم إلى ملحدين يحاربون هذا الدين إذن الحرب هي حرب كلمات وإعلام عندما يصف الله تعالى الجهاد هذا النوع من الجهاد بالعلم يصفه بالجهاد الكبير فأنت ينبغي عليك بناء على هذه الآية وبناء على معطيات الواقع اليوم ينبغي أن تواجه هذه الحرب الإعلامية بتصحيح بتصحيح نظرة الآخرين عن الإسلام هم يتهمون الدين الإسلامي بالإرهاب تعالوا ابحثوا عن كلمة سيف كم مرة وردت في القرآن الكريم ولا مرة صفر طيب كلمة إرهاب لم ترد إلا مرة واحدة كل الآيات التي فيها الرهب يدعونه رغبا ورهبا يدعوننا رغبا ورهبا آيات تتحدث عن الرهب من الله معظمها من الله ليس لها علاقة بمصطلح الإرهاب لدينا آية واحدة تقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم طيب اليوم كل علوم النفس العسكرية والعلوم القتالية اليوم في القرن الحادي والعشرين فيها شيء اسمه السلاح الردع يكون لديك السلاح يسمى السلاح الردع لتردع الآخر أن يعتدي عليك هذا هو ما سماه القرآن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ليس الهدف أن ترهبهم يعني أن تقوم بعمليات إرهابية مثلا أو تقتل الناس وتدمر أبدا الهدف أن يكون لديك قوة لكي تكون مهابا بين الأمم لكي تكون هذه البلد لديها قوة بحيث تضمن أنه لن يعتدي عليها أحد وهذه سنة كونية موجودة في المسلمين وفي غير المسلمين وقبل الإسلام موجودة السلاح الردع هذا موجود إذن القرآن ليس فيه ولا آية تتحدث عن الإرهاب الذي تحاولون تسويقه فمثل هذا الأمر ينبغي أن نظهره للناس ونظهر التسامح الموجود في هذا الدين نظهر أن هذا الدين يمنع الاعتداء على الآخرين يمنع أن تصف شخصا أن تشتم ممنوع في الإسلام أن تشتم أحدا هل تعلمون ذلك أيها الأحبة؟ للأسف على الإنترنت نجد تعليقات وشتم وكذا وهذا كله ليس من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان لا تطعم بالآخرين في شرفهم في ذمامهم ولا باللعان لا يجوز أن تلعن فلان تقول لعانه الله وقاتله الله وليس بالفاحش ولا بالفاحش ولا البذيء المؤمن كلامه منضبط أيها الأحبة هذا هو الإسلام هذه الصورة التي نحب أن نقدمها لغير المسلمين أحبتي في الله لذلك التشويه الإعلامي الذي يتعرض له الإسلام اليوم أفضل طريقة لمواجهته بهدوء وبمودة أن نظهر عظمة هذا الإسلام فقط لا نجتم لا نلعن لا نسيء لأحد حتى لو أساء إلينا لأن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون من شمائله عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يغضب لأي أمر شخصي ما يتعلق بشخصه الكريم لم يغضب له على الرغم من أنهم آذوه وأساء إليه كان متسامحا معهم كان يغضب فقط إذا انتهكت حرمة من حرمات الله لذلك أيها الأحبة يعني الجهاد الكبير يمكن أن تمضي كل عمرك فيه كل عمرك وأنت في غرفة نومك تستطيع من خلال جهاز موبايل معجزة قرآنية وأنا أركز على الإعجاز العلمي لماذا؟ لأنه الأكثر تأثيرا اليوم والأكثر إقناعا لأننا في عصر العلم ربما في عصر آخر قد يكون هناك وسائل أكثر قوة وأكثر جدوى ولكن اليوم عصر العلم معجزة علمية وأنت في غرفة نومك تقوم بتحويل هذا الفيديو الصغير أو هذا المقطع لعدد من الناس فتكون بذلك قد جاهدت الجهادا كبيرا رأيتم أحبتي ولكن توفيق من الله الله يوفق من يشاء من عباده لهذا النوع من أنواع الجهاد ويصرفه عما يشاء كل شيء بيد الله حسب نيتك وحسب قلبك يعني مثلا أنت اليوم تستطيع أن ترسل كما قلنا مقطع فيديو قد يصل بعد سنة لملحد أنت لا تدري أين يذهب وبخاصة عبر هذه المواقع مواقع التواصل الاجتماعي يعني الفيسبوك واليوتيوب والواتس أب وغيرها طبعا كثير فلا تدري هذا المقطع الذي فيه معجزة قرآنية لا تدري أين يصل قد يصل لشخص في الصين مثلا وقد يأخذه شخص ويترجمه للغة الصينية مثلا ويكون سببا في هداية شخص فأنت أول من أرسله ستأخذ أجر هذا الذي أسلم الذي اهتدى وأجر من يهتدي بسببه أيضا من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم إذن أيها الأحبة كذلك الجهاد الكبير مجاله أوسع من مجال الحروب المدمرة اليوم يعني أنت تستطيع أن تستخدم التكنولوجيا الحديثة التلفزيون وسائل التواصل الاجتماعي الكتب المجلات المطبوعات المحاضرات الندوات الكلام حتى في الشارع في أماكن الانتظار في المولات في الجامعات في أماكن كثيرة كثيرة جدا فهو واسع وكبير لذلك القرآن سماه الجهاد الكبير طبعا أيضا سماه القرآن جهاد كبير لأنه يشمل أوجه كثيرة الله تعالى يقول وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا فاليوم أيها الأحبة هذا الجهاد الكبير عندما توصله الطريقة التي يفقهها الآخر عليك قولا بليغا بليغا يبلغ ويؤثر في من تتحدث معه وأحيانا لتصل هذه الحقائق إلى إنسان يتحدث اللغة الإنجليزية يجب أن توصلها باللغة الإنجليزية يتحدث اللغة الفرنسية يجب أن توصلها له بلغته هذا هو القول البليغ إذن هذه الحقائق أيها الأحبة يعني سماها القرآن بالجهاد الكبير لماذا؟ لأنك اليوم أيها الأحبة تستطيع أن تنشر هذا العالم في كل الأوقات في كل المجالات في كل العلوم أيضا وبالتالي مجاله كبير جدا وهذا المجال الكبير الذي أنبأ القرآن عنه ينبغي أن نقتنع به أولا ثم نبدأ منذ هذه اللحظة بوضع برنامج يومي كل يوم على الأقل تدبر آية من آيات القرآن أولا ينبغي أن تفهمها أنت اشرح هذه الآية مثلا لابنك، لزوجتك، لقريبك، لأخيك، لجارك، لزميلك في العمل الأقرب وأرسل هذا المقطع الفيديو إلى من تستطيع وانشر ما تستطيع هكذا ستجد لو كل واحد طبق هذه القاعدة البسيطة ستجد أن هذه المعلومات ستصل إلى أعداد هائلة جداً لا تتصورها وسوف تجد ثوابك عظيماً يوم القيامة وأنت لا تدري تجد ثواب عظيم وعطاء من الله وجنات عرضها السموات والأرض وأنت تستغرب لمن هذه فهناك أعمال تسجل لك وأنت لا تدري ببركة نشرك لهذا العلم النافع وأخيراً أيها الأحبة أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لنشر علوم القرآن وأن نكون من الذين يجاهدون جهاداً كبيراً بالعلم وبالحكمة الله تبارك وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة رقم واحد الحكمة اثنين والموعظة الحسنة ثلاثة وجادلهم بالتي هي أحسن وضع المجادلة في آخر مرتبة لماذا؟ ليقول لك إن الحكمة أهم من المجادلة الحكمة والموعظة الحسنة تقول كلام رقيق كلام عذب لا تشتم الناس ملحد خالفك الرأي بالعكس خاطب قلبه وعقله دعك من كلامه وربما هو يسيء أنت لا تسيء أبداً ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين هذا الملحد لست أنت مسؤول عنه ليست مهمتك أن تكفر هذا وتدخل هذا الجنة وتدخل هذا النار وتقول هذا كافر وهذا مسلم هذا من اختصاص الله سبحانه وتعالى هو الذي يحدد وهو الذي يحاسب لست عليهم بمسيطر إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب الحساب على الله سبحانه وتعالى نحن كمسلمين إذا أردت أخي الحبيب أن تلتزم بتعاليم القرآن ينبغي أن تلتزم بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل النبي تلتزم بأخلاقه من المحبة والتسامح وعدم تكفير ولا تنفير الآخرين من هذا الدين وأن توصل لهم هذه المعلومات وجزاك الله خيرا ليس مططوب منك أكثر من ذلك وبالتالي إذا كل واحد قام بهذا الدور والله يصدقوني أيها الأحبة سيعم السلام والهدوء وتنتهي هذه الفوضى التي نراها اليوم في عالمنا الإسلامي للأسف نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف الغمة عن الأمة وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه سمع قريب مجيب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته